ملودية سعيدة الفائزة بلقائين متتاليين استقبلت صاحب الوضعية الصعبة أولمبي أرزيو في مقابلة كان فيها فتح باب التسجيل مبكرا لصالح المحليين بعد تنفيذ ركنية من اللاعب بختوي والحارس زحزوح يسكن الكرة في شباك حارس أرزيو بخاتير وهذا في الدقيقة التاسعة من اللقاء وفي الدقيقة العشرين تزديدت زحزوح نحو العارضة لكن دون جدوى وفي الدقيقة الخامسة والعشرين الحارس سفيون يمنع الأولمبي من تقليص الفارق الدقيقة الخامسة والثلاثون حاملة الجديد تألق خلالها اللاعب سعدي الذي سجل هدفا ممتازا وانتهاء الشوط الأول بتفوق ملودية سعيدة بهدفين دون رد الشوط الثاني لم يأتي بأي جديد رغم أخذ عناصر الفريق الزائر زيمام المبادرة إلى غاية نهاية اللقاء بفوز الثامين لملودية سعيدة أمام أولمبي أرزيو